بسم الله الرحمن الرحيم ما في هذا المنهج إن شاء الله سنأخذ الصورة تلو الأخرى حتى ننتهي عملية المراجعة لكن المراجعة ستكون بإيجاز لهذا بارك الله فيك افتح الكتاب عشان أنبه على أبرز ما تناوله المقطع كل مقطع على حده بإذن الله تعالى هذه هي الوحدة الثانية وكلها تتعلق بصورة مريم سبب التسمية ثم نأخذ الموضوعات ثم نأخذ الإعجاز العلمي في هذه السورة سورة مريم وننتقل الآن للشريحة الثالثة هذه هي الشريحة الثالثة لسورة مريم وفيها أهم الموضوعات الأول اسمها مريم ليرود اسم مريم عليها الصلاة والسلام وقد ورد في عدة أحاديث أن مريم عليها السلام هي أجمل نساء العالمين هي أجمل نساء العالمين هذه السورة نزلت كما ذكر لك في بداية التعريف نزلت سورة مريم قبل الهجرة النبوية إلى المدينة فتعد هذه السورة سورة مكية سورة مكية أما ما يتعلق بموضوعات السورة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عدة مواضيع الأولى أن السورة تحدثت عن زكريا عليه السلام ثم مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام ثم تكلمت عن الأنبياء بشكل عام مع أقوامهم وماذا حل بالأقوام ثم تكلمت عن اللي هو الرابع بيام ما أعده الله تعالى لأهل الإيمان والتوبة والعمل الصالح ثم تكلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن الكريم ثم بعد ذلك الرد على منكريه البعث والنشور النشور مقصد فيه البعث ثم مقارنة بين حال المؤمنين وحال الكفار الثامن ذكر بعض المعتقدات الباطلة وما أعد الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة سواء كان للمؤمنين أو للكافرين ثم ختم بموضوعين الموضوع الأول ما جعله الله تعالى لأهل الإيمان والصلاح وأيضا سيأتينا قبل ذلك ثم ختمه بيان بعض حكمة الله تعالى في تنزيل القرآن الكريم وأخذتم في الصف الثاني متوسط أن القرآن نزل منجما يعني مفرقا على حسب الأحداث وعلى حسب الأحكام وعلى حسب الأمر اللي حدثت في سواء كان في مكة أو المدينة ينزل القرآن الكريم لسببين أولا لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام والثاني حتى يسهل حفظه ويسهل فهمه ونلتق الآن للشريحة الرابعة حتى ندخل في ثنايا هذه السورة في هذه الآيات الكريمات من واحد إلى تسعة من سورة مريم يتكلم الله سبحانه وتعالى عن قصة زكريا عن قصة زكريا ثم قال في البداية كاف هنا مد ها يا عين صاد أيضا هنا مد وصاد ممدودة فما تنطق مثل هذه كهي عص لا إنما تنطق كاف لوحدها ها يا عين صاد وهي تسمى الحروف المقطعة وموجودة في افتحات السور مثل قاف ياسين حاميم ولماذا أتى الله سبحانه وتعالى به لا يسألها تعريف أو لا يسألها معنى إنما هو تحدي لمشركي قريش لأنهم كانوا في صحة وهالبلاغة وهاللسان عربي فالله سبحانه وتحداه من يأتوا في خطبهم في شعارهم في كلماتهم في خصائدهم أن يأتوا بمثل هذه الحروف المقطعة ثم بدأ الآن يتكلم عن زكريا أولا توسل زكريا عليه السلام ودعائه لله يرزقه الذرية ولهذا قال إذ نادى ربه نداء خفية خفية فيها فائدة مهمة لنا أيها الطلاب والطالبات ليس بالضرورة أن يكون الدعاء مستجاب أن يرفع الإنسان صوته أو أن يتكلف في السجع السجع أن تكون الكلمات بينها تقارب أو بينها تنسيق أو بينها تنظيم لا بل المقصود أن يخرج هذا الدعاء من القلب ومن حاجة الإنسان هذه هي من أسباب إجابة الدعاء وهناك تفاصيل كثيرة أخذتها في الصف الثاني متوسط في كتاب التوحيد الفصل الدراسي الثاني أخذت موانع الإجابة ومواقع الإجابة وكيف الإنسان يعني استجاب دعوته وماذا يقول في بداية الدعاء الشاهد أنه زكريا عليه السلام دعا دعاء خفيا مخلصا لله سبحانه وتعالى وكان يريد بذلك أن يرزقه الله ولدا حتى إذا توفي لا يتم عبادة الأصنام في بني إسرائيل بل يستمر عبادة الله وحده وكانت امرأته كبيرة في السن وعقيم أيضا وكان هو أيضا كبير في السن فهو دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الفائدة التي نجنيها الحث على عدم القنوط من رحمة الله واخذت في التوحيد الفصل الدراسي الثاني اليأس والقنوط وأنه لا يجوز بل يبغي الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان كبير في السن حتى يعني مهما ضاقت بك الحيل وضاقت بك السبل وضاقت بك الطرق فالله الله بالدعاء الله سبحانه وتعالى بالتيسير وما قصة موسى مع فرعون إلا خير دليل وما هذه القصة إلا أيضا خير دليل الرابع أنه زكريا عليه السلام دعا بصلاح الذرية كان يتمنى وجود ولد حتى يكمل مسيرة الدعوة ومسيرة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى وهذا نستفيد منه نحن عندما أريد القيام بأي عمل أو أريد مثلا ذرية صالحة وحتى لو كان قبل الزواج أو في أثناء الزواج أن أدعو بصلاح الذرية وهذا نشاهده كثيرا في آبائنا وأمهاتنا خاصة كبار السن دائما يدعو بصلاح الذرية اللهم صحنا الذرية الضرية المقتط فيهم الأولاد والبنات والأحفاد والأصفات وغيرهم هنا فيه ملحظ أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء زكريا استجاب لدعاء زكريا وبشره بيحيى أنظر ماذا قال يا زكريا إن نبشرك بغلام ما اسمه؟ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع لم يسمى في السابق اسم يحيى إلا في عهد زكريا ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هنا آية آخر آية رقب تسعة تؤكد على توحيد الربوبية توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة واخدته هذا في المرحلة الابتدائية الصف الأول والثاني وأيضا خدته في أولى متوسط الفصل الدراسي الأول ما يتعلق بتوحيد الربوبية ومن أمثلة توحيد الربوبية الخلق قال قال كذلك قال ربك هو علي هي أي أناتب الولد في مثل هذا السن الطاعن وأيضا أن زوجتك عقيم وقد خلقتك من قبل أي زكريا ولم تكن شيئا كنت أصلا معدوم فقد خلقتك ولهذا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة تبين أنه القادر على كل شيء القادر على كل شيء ننتقل الآن للشريحة الخامسة في هذه الشريحة الخامسة من آية رقم عشرة إلى آية رقم خمسة عشر جعل الله سبحانه وتعالى لزكرية علامة لحمل زوجته أن لا يكلم الناس ثلاثة ليال سوية هو ليس فيه مرض في لسانه ولا في الفم لكنه أصبح لا يكلم الناس إلا فقط في الإشارة بالإشارة وهذا دليل على الحمل وهذا دليل على حمل زوجته ولذا قال فخرج على قومه من المحراب المحراب المقصد فيه موضوع السجود فأوحى إليهم يعني أشار إليهم أن سبحوا بكرة اللي هو أول النهار عشية هو آخر النهار فلما رزق الله زكريا بيحيا انظر ماذا وصاه يا يحيا خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم الصبية أي أن الله سبحانه وتعالى يوصي زكريا ويحيا يا يحيا خذ الكتاب خذ العلم بقوة وهذه رسالة لنا نحن طلاب الصف الثالث المتوسط أو غيرنا من الطلاب أن نأخذ العلم بجد أن نأخذ العلم بقوة أن نحرص على العلم العمل لأجل العلم وليس لأجل الاختبار وليس لأجل الدرجة كلما كان نسان متعلم كلما كان نسان فاهم في أمور كثيرة من النواحي العلمية كلما ازداد رفعه وازداد مكانه وازداد علم وازداد معرفة وكلما كان جاهل كلما ازدادها جهلا ونزولا فأحرص بارك الله فيك وأن تعيدتها الفتاة أيضا أن تستغلوا هذه الأقوة الثمينة بزيادة المحصول العلمي عندكم قناة عين توفرت كل المواد الدراسية كل المواد طالب من أولى ابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي ثم بعد ذلك لديك الكتاب موجود أصلا في عين موجود المناهج كاملة غير أنها أصلا موجودة عندك وزعت عليكم في بداية الفصل الدراسي الثاني ما يبقى عليك إلا فقط تنظيم الوقت والقراءة وعندما يشكل عليك شيء الحمد لله قنوات التعلم كثيرة جدا ولله الحمد ثم أوصاه بوصية وصى بها يحيى وصى بها عيسى سيأتينا بعد قليل وصية لنا جميعا بالبر بالوالدين والإحسان إليهم البر بالوالدين والإحسان إليهم وهنا القرآن أكد في أكثر في مواضع كثيرة على البر بالوالدين الوالدين الوالدين لأن البر بالوالدين يزيد تماسك الأسرة فتكون الأسرة فعلا كأنها جسد واحد ثم ختم الصورة بالمقطع قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حية الأمان ليحيى عليه السلام منذ الولادة وإلى يوم البعض وننتقل الآن إلى الشريحة السادسة في هذه الآية من 16 إلى 21 الشريحة رقم 6 يتكلم الله سبحانه وتعالى عن قصة مريم وأن النصحة رزقها بالابن عيسى عليه الصلاة والسلام مريم عليه الصلاة والسلام كان أبوها عمران وأمها عائلة صالحة متدينة كانت تشرف على بيت المقدس وهذه العائلة مشهورة في بني إسرائيل بالصلاح والطهارة والعفاق وكثرة العبادة فكانوا يدعون الله أن يرزقهم ولد حتى يتولى بعد وفاتهم الإشراف على بيت المقدس فلما ولدت ولدت مريم عليه الصلاة وكما ذكرت لكم هي أجمل نساء من أجمل نساء العالمين ومرأة اشتهرت بالطاعة والستر والعفاف والصلاح وكثرة العبادة وكانت تشرف أيضا على بيت المقدس هي التي تراعي بيت المقدس وهي التي تولى كل ما يتعلق ببيت المقدس فانتبذت من أهلها مكان شرقي خرجت عن عن بيته إلى مكان شرق بيت المقدس واتخذت حجابا امتعدت عن الناس ثم أرسل الله سبحانه وتعالى لها روحنا يقصد بذلك جبريل على سورة بشر وهنا ذكرته بالله لما رأت أنه إنسان فخافت منه وقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن كنت رجل صالح رجل فيك دين رجل تخاف الله فإياك إياك أن تمسني ثم بشرها بالغلام حيث قال لأهب لك غلاما زكيا أعادت مرة ثاني الكلمة وقالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر يعني غير متزوجة ولم أكو بغية لم أكن أسلك الطريق إلا الطريق السيء لم أكن أسلك الطريق السيء الطريق الغير صالح الطريق الغير مستقيم بل أنا عفيفة طاهرة معروفة بالصلاح والطهارة ثم بشرها بهذا الغلام بعيسى عليه الصلاة والسلام وهنا ملحظ أيضا يؤكد على توحيد الربوبية ذكرناها قبل في قصة يحيى قال قال كذلك قال ربك هو علي أي ولادة عيسى بدون بدون يعني زوج ولنجعله أي عيسى آية للناس علامة للناس ثم ماذا ورحمة أيضا وكان أمرا مقضية هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات ليكون عيسى آية من آيات الله الكونية في هذه الحياة الدنيا وننتقل الآن بعد ذلك من الآية 22 إلى الآية 26 بعد هذا الحمل الذي عانت منه مريم عليه السلام وكانت لا زالت مبتعدة عن الناس ولا تكلم الناس فلما جاءها المخاض المخاض المقصود فيه الولادة وقت الولادة وأكثر ناس وأكثر ناس يحسون أو يستشعرون هذا الألم هم الأمهات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وإن كان منهم متوفاة الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة فكانت في شدة التعب وشدة الجوع وشدة العطش وشدة المعاناة والخوف وهذا ينتاب كثير من النساء في وقت الولادة الله سبحانه يأمرها بهز جذع النخلة يهز بجذع النخلة ولم يشاهد إنسان النخلة هل يستطيع إنسان القوي أن يهز النخلة بيدي حتى يسقط التمر فالغالب ما أحد يستطيع على ذلك لأنها قوية جدا ولكن الله يربينا ويربي مريم ويربي جميع الناس على فعل السبب أنت أفذل السبب افعل السبب والله سبحانه وتعالى هو الموفق ونستفيد أيضا من هذا المقطع بالذات الإنسان لا يقول أنا ما أعرف أنا فاشل أنا ما أقدر أنا حاول أنا استحيل أستطيع لا أنت حاول افعل السبب ذاكر اجتهد احرص على الفائدة والله سبحانه وتعالى سيوفقك لهذا قال فجاء المخض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كانت تتمنى أن لم يحدث هذا الأمر فناداها من تحتها وش قالها أن لا تحسني قد جعل ربك تحتك سريا سريا له النهر من الماء وهزي إليك بجذع النخلة فقط تفعل السبب تضع يدها على هذه النخلة تهزها كأنها تهزها فسقط عليها التمر رطبا جنيا وهنا فائدة علمية في أكل الرطب قبل الولادة بإمكانكم أن ترجعوا أو تسأل وحدة لطباء يعطيكم ما الفائدة في أكل التمر قبل قبل الولادة ثم بشرها قال فاكولي واشربي وقري عينا إلى آخر الآيات فصامت عن الكلام وعن الحديث حتى تخرج من النفاس تنتهي الأربعين يوم ثم بعد ذلك ننتقل للصفحة الثامنة ننظر ما هو التفاصيل التي وقعت لما حملت عيسى واخذته إلى قومها ننتقل الآن للصفحة الثامنة بعد ذلك في الآية رقم من الآية رقم سبعة ثلاثين سبعة وعشرين إلى الآية رقم سبعة ثلاثين لما أتت به قومها تحمله تعجبوا يا مريم لقد جئت شيئا فرية فرية يعني أمر عظيم كيف يا أخت هارون هارون ليس الذي مع موسى عليه السلام إنما هارون هذا عبد صالح كان من بني إسرائيل يعني من أهلها كيف أنت مشهورة بالعبادة والصلاح والطاعة ويخرج منك هذا الصبيع فسكتت بعد ذلك تكلم عيسى في المهدي وهذه المعجزة الثانية المعجزة الأولى أنه ولد بدون أب والمعجزة الثانية تكلم في المهدي لكن انظروا ماذا قال قال إني عبد الله وهذا دليل صريح وواضح أن عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله وهذا رد على الذي يقول أن عيسى هو ابن الله أو هو إله أو إلى آخره التي فيها تعظيم لعيسى لم ينزله الله سبحانه وتعالى فقال إني عبد الله إني عبد الله فهو من عبيد الله سبحانه وتعالى ومخلقات الله وهو أكرم الله سبحانه وتعالى بالرسالة ثم قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بهذه الأعمال الصالحة بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ثم أعاد كما قال ليحيا في بر والدين وبرا بوالدتي لم يقل بوالدي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية وأيضا جعل الله الأمال منذ ولادته إلى يومي البعث فهذه قصة مريم وابنها عيسى مختصرة وفي الكتاب فيه تفاصيل كثيرة جدا في هذا المقطع وننتقل إن شاء الله الآن للمقطع أو للصفحة التاسعة في هذه الآيات الكريمات من أربعة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين يثني الله سبحانه وتعالى على عيسى وينفي الله سبحانه وتعالى عنه الولد وهذا ذكرناه في الشريحة الثامنة والأمر بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى وهنا اختلفوا في عيسى هل هو إله هل هو ابن الله هل هو من من يعني ولد بطريقة غير شرعية فالله سبحانه وتعالى أغلق هذه الأبواب جميعا بقوله في بداية إني عبد الله لما قال عيسى إني عبد الله ثم أيضا أكد هنا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذه دلالات واضحة أن عيسى عبد الله ورسوله ونفيد ولد عنه سبحانه وتعالى والأمر بعبادة الله وحده لا شريك لا شريك له الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في عيسى بن مريم أنه عبد لله سبحانه وتعالى ورسول وهو من أولي العزم وهو من أولي العزم وننتقل الآن للشريحة العاشرة في هذه الآيات الكلمات أيضا من 41 إلى 45 يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة إبراهيم عن قصة إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام سنأخذها بالتفصيل أصلا في سورة الأنبياء سنأخذ تفاصيل كثيرة جدا تتعلق بإبراهيم إبراهيم كان أبوه آزر هو الذي يصنع الأصنام هو الذي كان يصنع الأصنام في عهد النمرود بين كنعان والموقع هو في القوفة واخذناه في دروس التفسير في الأسبوع الظاهر الحادي عشر والثاني عشر كلها أخذناها لكن هذه مراجعة خفيفة لما تم فهو الآن ينصح والده ويقول له يا أبتي هذه الأصام التي أنت تعبدها لا تسمع ولا تبصر ولا ترى ولا تعرف أي شيء من هذا الكون ولا تستضي عنها تخلق نفسها ولا تدافع عن نفسها ولا تستضي كل أنواع الاستطاعة غير موجودة عندها فأنت تصنعها وأنت تعبدها ولكنه أصر والده على عبادة هذه الأصنام لكن انظر للحوار اللطيف الذي جرى بين إبراهيم وأبيه كلها يا أبتي يا أبتي يا أبتي الآية الأولى إذ قال إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر والثاني قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان يعني عبادك الأصنام كأنك تعبد الشيطان ثم أيضا وجهه طلب منه مرة أخرى بأسلوب اللطيف يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان والية الأسلوب اللطيف المؤدب مع أبيه حتى يقتنع بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تذر لكنه أصر على عمله وأصر على فعله وهنا يظهر شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه وسنأخذ تفاصيل هذا الحوار الذي دار بينه وبين أبيه وبينه وبين قومه وبينه وبين النمرود بن كنعان في تفسير إن شاء الله صورة الأنبياء إن شاء الله في الدرس هذا خطو هذا الدرس سبق خطو في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر وهذه المراجعة له وسنراجعه إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله في الأسبوع الخامس عشر بإذن الله تعالى وننتقل الآن للشريحة الحادي عشر في هذه الشريحة من آية ستة واربعين إلى آية رقم خمسين هنا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم الآن والد إبراهيم يقول أراغب أنت عن آلهتي هذا ذي أنه لم يستجب لدعوة أبيه فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الاستغفار لأبيه ثم في سورة يونس أن الله سبحانه وتعالى لم يمكنه من الاستغفار نظرا لأن أبيه أصر على على الشرك وهي موجودة في سورة هود أعتقد هود بالتفاصيل ثم لما رأى إبراهيم هذا الإعرام سواء من أبيه أو من قومه أو من النمرود من كنعان في ذلك الوقت اعتزلهم وسافر من العراق من الكوفة بالذات إلى الشام الشام التي كانت فلسطين والأردن واللبنان تسمى الشام فسافر إلى هنا ولم يؤمن معه إلا لوط وهذا سبق ذكرت لكم درسته في الأسبوع الحادي عشر الثاني عشر سنأخذ أيضا مرة أخرى ليكمل مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقد أكرمه الله على أن إبراهيم كان كبير في السن ودعى الله أيضا بالولد وبشره الله سبحانه وتعالى بالولد حتى أن زوجته ضحكت من هذه البشارة كما قلنا في زكريا كان كبير في السن فدعى الله سبحانه وتعالى فرزقه بالولد فرزق الله بإسحاق وإسحاق رزقه الله سبحانه وتعالى بيعقوب ويعقوب رزقه الله سبحانه وتعالى بيوسف رزقه الله تعالى بيوسف ونكون بهذه الشريح الحادي عشر أخذنا موجز فيما يتعلق بسورة مريم وإن شاء الله في الحلقة القادمة هو الدرس القادم إن شاءنا نتطرق إلى سورة طه ونأخذ شيء من التفاصيل وهناك بعض التفاصيل موجودة اللي أخذناها الآن قبل قليل في قصة إبراهيم سنأخذها أيضا في سورة الأنبياء أسألها سبحانه تعالى لكم العون والتوفيق والسداد ونلتقي إن شاء الله في دروس قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة